مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاء نفت الشائعات اللي ترددت حول غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث النهاردة وقالت إن المحطة شغالة النهاردة عادي جداً زي كل يوم النهاردة كمان موضوع خطبة الجمعة بعنوان أهل الاستجابة في القرآن والسنة وكمان النهاردة في مباراة مصر ونيجر الساعة 8 بالليل ضمن تحضيرات المنتخب لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوديفور 20-24 بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فالشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاء نفت الشائعات اللي ترددت حول غلق محطة مترو العتبة بالخط الثالث النهاردة وقالت إن المحطة شغالة النهاردة عادي زي كل يوم النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان أهل الاستجابة في القرآن والسنة وزارة الأوقاف شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وإن وقت الخطبة ما يزدش عن 10 دقائق النهاردة هو أول يوم في فصل الخريف وفقاً للحسابات الفلكية وهيستمر المدة 89 يوم و20 ساعة و44 دقيقة لعشاء الكرة المصرية هيكون موعدهم النهاردة مع مباراة مصر والنيجر الساعة 8 بالليل ضمن تحضيرات المنتخب لاستكمال منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كود ديفور 2024 وحصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن على حضور 5000 مشجع للمباراة